تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان زخما كبيرا خاصة في ظل إيمان القيادة السياسية في البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين كما يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة واستراتيجية تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بينهما زخم كبير تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية خاصة في ظل إيمان القيادة السياسية في البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة علاقات وثيقة واستراتيجية تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف في يونيو 2022 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان لتصل إلى 586.12 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 546.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2 يأتي هذا في حين بلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 68.18 مليون دولار خلال العام المالي 2020 2021 مقابل 15.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 334.8% وخلال اللقاءات المتبادلة بين مسؤول الحكومتين أكدت الحكومة المصرية دائما أنها تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل وأشارت الحكومة المصرية إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز فيها بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والزرعة هذا وتوفر الحكومة العديد من الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية ما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان ترجمة نانسي قنقر